اشتركوا في القناة الاخر وكملوه شايفين الصوس يا جماعة عامل ازاي وشايفين الطبق عامل ازاي وقلنا قبل كده اهم من الشغل تثبيت الشغل يلا بينا نشوف الحاجات والمكونات اللي هنستخدمها في كباب الحل بص يا ست الكل احنا معنا طبعا اللحمة اللي هي العنصر الاساسي في الاكلة معاك بصل ومقطعها طرنشاط زي ما انت شايفة كده او حلقات اهو اللحمة نقطعها مكعبات عاوزها صغير عاوزها كبير هيبقى حسب راحتك انتي وعلى حسب اللي هيكلوا يعني لو انت هتعملها لولادنا الحلوين هنعملها كده ونقطعها صغير عشان يبقى كده ايه الطفل واخد القطعة اللحمة كده ويكلها بكل اريحين البطاء البصل هنقطع البصل زي ما انت شايفة كده حلقات او طرنشاط ومعانا مرأة دجاج اهوت زي ما انت شايفة البهارات معانا بابركة والبابركة هتسكر لك اللحمة وهتخليها لك ممتازة ان شاء الله معانا بقى السبع بهارات وشطة ولو تلاحظوا انا حطاهم الاتنين في طبقة واحد شوية شطة صغيرين وشوية السبع بهارات معانا بقى بصل بودرة وطم بودرة والملح والفلفل الاسود وان شاء الله الملح طبعا زي ما احنا متعودين مش بنحطه على اللحمة غير لما بتستوي خالص والطماطم مقطعينها برضو طرنشاط كده عاوزة تستغني عن الطماطم وتحط معلقة صلصة يعني مش موجودة طماطم هتحط معلقة صلصة هتبقى برضو زي الفل ان شاء الله دلوقتي احنا حطينا الحلة على النار وسخلنا السمنة شوية هننزل بقى باللحمة هنديها تشويحة حلوة كده اهو اهم حاجة تبقى السمنة سخنة علشان تدي صدمة على طول اللحمة اول ما تنزلي اللحمة فيها تديها الصدمة على طول هننزل بقى كده بشوية فلفل اسود الريحة بقى مش حاوز اقول لكم يعني حاجة كده اول ما تنزلي بالفلفل الاسود وتقلب تقلبتين كده يعني حاجة واه هننزل بقى بالورق اللوري عندك حبهان حطي عاوزة تحطي بصي اي انواع بهارات انت بتحبيها وبتفضليها حطيها مش هتقول لا خالص كباب الحلة بيحب البهارات احنا بنجيب الحاجات اللي هي الممكنة في اي بيت والبهارات الممكنة في اي بيت علشان يبقى الاكل بتاعنا حلوة وسهل كده وبسيط وبرضو يبقى الطعم حلو جميل بصوا بقى كده اهوت احنا ادينا لللحمة اللون هننزل بقى بالبصل هندي له برضو كده تشوحتين حلوين قبل ما ننزل بالطماطم وبقية البهارات انا لسه ما نزلناش ببهارات خلص غير هو الفلفل الاسود اهو كده تقلب قلب قلب بقى اهم حاجة تقلبي وبرضو خالد خلاني حطيت حتة سمينة كده حلوة جميلة هتطعم لك اللحمة هنحط بقى سبع بهارات ومعاهم معلقة الشطة صغيرة مش عاوزة تحط شطة مفيش اي مشكلة هيبقى برحتك الشطة اختيارية جماعة هنحط البابركة وقادي البصل بودرة وعندك التوم بودرة لو ما عندكش توم بودرة هتحطي توم صحيح ما فيش مشكلة برضو ده بالعكس هيتطعمها لك برضو الكباب الحلة بيحب التوم يعني مش بيقول لا زي ما انتو شايفين كده بقى وايه ومعانا دلوقت كده السبع بهارات اهو هتقلبي بقى كده قلب 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 بقى يا جماعة كده كل البهارات بتاعتنا معايا كي الفلفل الاسود السبع بهارات البصل بودرة التوم بودرة البابركة والملح ان شاء الله مش هنحطه غير لما اللحمة بتاعتنا تستوي خالص بصي بقى احنا مش هنزود مية احنا هنخلي النار متوسطة وهنغطي الحلة شايفين كده اهو لزلة المية بتاعتها كده يعني زي ما بيقولوا كده ايه سردة المية بتاعتها اللحمة مع البصل ونزلنا دلوقت كده الطماطم هنديها برضو تقلبتين كده وهنديها وقت على النار زي ما انت شايفين كده اهوة تقلبتها عاوزة تحط فلفل الوان في كباب الحلة برضو هيخليه جميل اي حاجة عندك المتاح عندك انا بس محبتش ان انا ايه اكتر الطلبات بتاعت اكلتنا النهاردة علشان تبقى حلوة كده كفاية اللحمة يا ولاد بصوا احنا اه انا سخنت مية هنسخم مية لو عندك شربة هتحط شربة فالمية ما تبقاش عالية عن اللحمة تبقى في مستوى اللحمة لان اللحمة لسه هتنزل ميتة البصل هينزل ميته الطماطم هتنزل ميتة فمش هنحتاج مية كتير ان شاء الله زي ما انتو شايفين كده بقى وتخليها برضو على نار متوسطة وتغطيها اهو كده اه زي ما انتو شايفين كده دوسوا لايك بقى للفيديو ان شاء الله لو عجبكم شايفين زي ما انا بقول لكم كده هتغطيها وتخليها على نار متوسطة عمراء ما هتنشف معاكي بالعكس ميتها هتبقى فيها وهنسبها بقى تاخد وتدي كده على النار لحيات ما تاخد السوى بتاعها كامل ان شاء الله عاوزينها لحمة حلوة وطرية ومستوية برضو في نفس الوقت يا رب الفيديوهات بتاعيتنا تكون بتعجبكم واكون بقى فيت حضراتكم زي ما انتو شايفين كده انا بقى دلوقتي خلاص اللحمة في المرحلة الاخيرة هتطلع دلوقتي حتها وبرها لكم اذا كانت استوت ولا لأ قبل ما ننزل بالملح اهو زي ما انتو شايفين كده القطعية اللحمة يا جماعة اهم حاجة قطعية اللحمة اللي انت عاوزها عاوزة تقطعها زغير عاوزة تقطعها كبير فهيبقى برحتك خالص 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 شايفين كده بالمعلقة بتتقطع خالص بكل سهولة اهو يعني خلاص كده هي استوت وعملت انا معاها كده رزة ابيض حاجة كده بسيطة فان شاء الله الفيديو يعجبكم واتدسوا لي لايك عليه وتشجعوني برضو بالتعليق الحالي هنحط الملح وهنسبها خمس دقايق من خمس دقايق لعشر دقايق على النار وبعدين هنشيلها من على النار يبقى كده خلاص كده هي استوت وهنروح علشان نغرف الاكل بتاعنا واوريكم الاطباق بتاعتنا شايفين كده كباب الحلق جميل وحاوزة بقى تزيني الطبق بشوية الخضرة كده الكسبرة الخضرة يعني معانا طبعا الرز الابيض اهوت ومعايا طبق لوبيا كده كنت عاملة لوبيا برضو زي ما انت شايفين كده وادي الرز الحلو الجميل اهو وادي الطماطم وقطعتها وحطيت عليها خضرة وكمون وملح والعيش طبعا علشان كباب الحلق ما بيحبش غير العيش يارب الفيديو يعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته